خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا دينا شرف ونعرف منها آخر أخبار المرور في القاهرة ومحافظات الجمهورية صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير يا بسان صباح الخير يا أحمد صباح الساعدة والتفاعلة كل الموصين في كل مكان يعني يا دينا حاب سألك سؤال الحلقة الأول إيه الصفة اللي انت حب أولادك يرسوها منك صفات كتير جدا يعني صفات الإيجابية أكتر من استلبية عجلنا التقف النفس أيها دي أهم حاجة ودي أهم صفة على فكرة أن هم لازم ياخدوها لكن خليمي فعلا أتفق معاكم في حاجات كتير أو أن التربية والطباعة هي مشكلة أننا من الأسرة هي اللي بتلاقي الأولاد لما بيلاقوا أهلهم بيعملوا تصرفات معينة أو صفات معينة في سلوكهم ده بيورسوها فعلا بالتبعية يعني لكن من أهم الصفات أننا أحب أن أولادي يورسوها من يوسف عبد الرحمن هي الحكمة ولين القلب الحكمة في أننا أتخذ قراراتي إزاي الحكمة أن أنا ما أسمعش من طرف واحد بل أسمع من الطرفين في أي مشكلة الحكمة في اتخاذ القرارات الهمة جدا ويكون مسؤول عن اختياراتي ما يكونش منصاق لحد يعني أنا أكيد كأم أو كأب لازم بنحاول أن نعلم أولادنا ويديهم من خبراتنا لكن أعود أن يكون عنده شخصية ودي الحكمة في أنه هو يتعامل مع كل الضغوط في حياته ويقدر أنه هو يتواكب مع أي مشاكل بتحصله وما يكونش زي ما أقول مرة تانية شخص منصاق بل لي شخصيته المستقل اللي بيقدر يكون مسؤول عن اختياراته دي الحكمة اللي في الحياة لازم يعرفها ومهمة جدا لين للقلب بقى أنه ما يبقاش قاسي يعني الأسوى دي أصعب شيء في الدنيا لازم يكون أولادنا كده بيتعودوا جبر الخواطر بيتعودوا على حاجات كتير أو بنشوف الطريقة بتعاوننا مع الناس إزاي بلين قلب كده لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعشق من يعني يكون عندهم لين للقلب وجبر الخواطر لكن الأسوى دي شعور صعب جدا والأسوى الشخص بيكون بيقتل اللي حواليه وبيعذبه معاني أنه الأسوى بتقتل أي شعور إنساني جوه القلب لأنه بتخلي الناس كده فيه جفة وفيه عدم وده ومفيش مودة ولا رحمة خليوني بقى أستعرض معاكم جولة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة ومحافظة دلوقتي وخصوصا أن الناس بدأت تنزل هنبدأ جولتنا من القاهرة أنه فيه إغلاق كلي لأحد اتجاهين طريق الإتصرات لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الإتصرات وبيستلزم الأمر كمان إجراء تحويل لحركة المرور بالاتجاه الآخر بالتبادل واستكمال أعمال تنفيذ أعمال الغلق الكل لاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادي مع تحويل الحركة المرية لاتجاه الآخر وده هيكون لمدة شهر لكن لو كمنا في اتجاه الكنيش هنلاقي كتافات مرية بسيطة باتجاه منطقة وسط البلد أما كبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك سيولة مرية حتى غمرة أما لمكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كتافات بسيطة بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية لكن شاهد كبري أكتوبر كتافات مرية بسيطة لسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد وفيه كتافات أخرى كمان في الاتجاه العكسي ده بسبب زيادة أحمال السيارات كذلك الأمر المتجه من ميدان التحريق إلى مدينة ناصر وبمحور الناصر وصولا إلى المنصة ظهرت كتافات كمان متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان ربعة وصولا إلى الدائري لو تبعنا بقى لحد شارع صالح سلم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كتافات مرية نسبية في الوقت الحالي هنفضل متكملين لحد كبري الروضة وهناك برضو في بعض الكتافات كونيش النيل بدأت الكتافات بتزيد عند المظلات والسحل ومنطقة وسط البلد ودي كتافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات أما الكونيش المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرية ناخد بالنا كمان أن كبري 15 مايو بتظهر عليه كتافات أعلى منطقة الزمالك ده بسبب أعمال توسعة الكبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد نكمل جولتنا معاكم بشوارع الجيدة وفي إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي أعلى تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر ده دون تعطيل حركة المرور كمان في غلق كل لطريق امتداد محور 26 يوليو باتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الوحاية تحديدا بالمنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري فيه كمان بعض التحويلات المرية على محور 26 يوليو ده بسبب أعمال التوسعة وكمان القادم من ميدان لبنان اتجاه كبري أكتوبر للنزول أو اتجاه أكتوبر للنزول يمينا أمام محور يتجه محور المهندس شريف إسماعيل المستحدث وللصم الدوران ولعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى لمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر القادم بقى من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان سيستخدم حارات التوسعة المستحدثة ده بواقع 6 حارات مررية لكن على أن تكون مدى تنفيذ الأعمال 75 يوم أما القادم من الدائري اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب الاتجاه الإجبالي ومن خلال نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرنج ولو رحنا لشارع الهرم هل بيشهد كثفات مررية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد طباطه في حركة السيارات كمان ظهرت كثفات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بولاء ومبابة أما محور صفط ففي كثفات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة هنروح معاكم لمحافظة القليبية والقادم من الزراعي بيتظهر كثفات مرية بطريق إسكندرية الزراعي ده بسبب زيادة أحمال السيارات والكثفات لكن أصبحت أقل من المعتاد بسبب افتتاح توسعات الطريق الدئري وعمل حرات مخصصة للراغبين في طلوع الدئري في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولاً إلى القاهرة حتى الطريق الدئري واللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء عمل توسعة الطريق بيشهد الاتجاه الآخر بقى كثفات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثفات مرية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات لكن القادم من الزراعي متجه للدئري سواء الجيزة أو المرج هلقي هناك سيولة مرية معدى بعض الكثفات البسيطة لكنها مش مؤسرة بشكل كبير أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرة بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل أن هو يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرة خيمة نكمل جولتنا المرية ونروح بورس عيد هنلاقي سيولة مرية في معظم الشوارع مع عدى بعض الكثفات نتيجة المعتادة في ساعة الضروة الصباحية زي شارع جمال عبد الماصر اللي بيشهد كثفات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثفات مرية مكملة لحد آخر الشارع وبكده انتهت جولتنا في شوارع محافظات جمهورية مصر العربية هرجع مرة تانيال أحمد بسانت علشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر شكرا لك يا دينا شكرا لك يا دينا